السلام عليكم أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة عالم الكريبتو معاكم أخوكم أبو كريم ويريت نبدأ اليوم طبعا حلقة اليوم راح تكون مميزة إن شاء الله راح نتكلم فيها أو نكمل السلسلة اللي بتخص بعملات ممكن تحقق مئة ضعف إن شاء الله أو أكتر طبعا قبل ما أبدأ أصدقائي تنويه العملات هاي بيكون جديدي اللي بيكون ممكن تحقق أرباح جدا هائلة كمان فيه إلى مخاطر جدا كبيري لهيك فقط أدخل بي يعني لا تخلي أكتر من 20% من بروفايل تبعك بالمخاطرات ولكن يعني أدخل بكميات من الأموال بمبالغ أنت قادر تتقبل إن لا صمح الله صار في غبوط لهذه العملي بالمستقبل ولكن أنا مناطي عمولات عم بتكون في إلى أساسات جيدي في إلى بوتنشيل جدا للنمو وعم بتكون يعني بشكل عام ممتازي من الأداء تبعها طبعا أصدقائي قبل ما نبلش يريد تخبطونا الاشتراك العظيم لايك أو ديس لايك إذا حبيتوا المحتوى وشير للقناة وكمان فيكن تنضموا لقناة التليجرام المجانية راح تتلقوها بشرح الوسط طبعا أصدقائي قبل ما نبلش فيه طبعا عملتين راح تكلم عنهم اليوم بشكل سريع أول عملة اسمها Civilization طبعا فيه ثلاث نقاط أو شيئين أنا اخترتم بهاي عمولات وليه أنا متوقع أنه هاي العمولات تعمل شيء جيد أول شيء أول عملة اللي هي Civilization اختصارها SIV وكمان تنويه ممكن هاي العمولات لسه بعلمنا العربي ما حدا تكلم عنها أو ما حدا جابها فممكن هاي تكون أول قناة تذكر هادا الشيء هاي العملة أصغائي متل ما انتم شايفين لسه مصلة ثلاثة أيام أو أربعة أيام موجودة بالكون ماركت كاف ومتل ما عم تلاحظوا يعني لسه بعدها فرش العملة والشيء اللي جذبني لإلى شيئين صراحة أول شيء اللي هو الماكس سبلاي اللي هنا هم نحكي بالماكس سبلاي بـ 300 مليون CIV طبعا وهاي العملة ما بصير عليها تعدين يعني ما بزيد العدد عن الماكس سبلاي عن 300 مليون وهي عن سعر 0.2 طبعا انه توصلة 1 دولار شيء جدا معقول يعني يصير الماركت كاف 250 مليون أو 300 مليون شيء جدا عادي وجدا بسيط بعالم الكريبتو متل ما انتم شايفين طبعا أصدقائي كمان من الأشياء المهمة هي يقلنا عن سعر 0.2 دولار وبترند قريبا فينا نقول جيد صاعد يعني مو ترند هبوطي كامل ولسه العملة يتلمان لنا فرش يعني ما فينا نعتمد بشكل كامل ولكن شو هي CIV CIV I'm to build the world first dex fund يعني بتختص بمجال dex أو coding طبعا البرامج اللي بتنحط على الشبكات editable code and eventually automated multi strategy يعني بشكل أوتوماتيكي لعدد استراتيجيات مستخدمة بالmaximum yield minimum risk يعني كمان بتخفف من الرسك اللي بصير باليالد أو بفينا نقول بهاي بالبولينج أو المزارع اللي بصير في عليها بتنحط عمولات وبتم اقراضها وبتاخد فوائد وكذا يعني من هاي من هاي الطريقة طبعا بدنا ندخل على الموقع تبعهم مثل ما انتم شفتوا the world first dex fund وهذا الشيء مميز يعني كمان بيزيدوا من الارباح وبيقللوا من الخسائر المتوقعة طبعا وهذا الشيء مثل ما نشوف defy عم يكبر يوم بعد يوم فالعملي كمان يراح يكون الى الشغل حلو وخاصة كمان الرودماب تبعهم جيد فلهيك هاي العملي اصدقائي انا اخترتها وكمان اذا بتلاحظوا شيء واحد اصدقائي قبل ما انتقل للعملي الثاني انه هاي العملي لسه جديدي وموجودة فقط على منصات اليوني سواب هي طبعا على شبكة الاثيريوم هاي العملي موجودة على اليوني سواب شيبا سواب وعلى الوان انش على ثلاثة منصات وهذا شيء جيد كبداي العملة الثانية اصدقائي اسمها armor اختصارها armor رح اكتب طبعا الاختصارات بشرح الوصف مشان انتسهل عليكن وهي كمان على شبكة الاثيريوم هاي العملة موجودة الارمر طبعا مو جديدي بشكل يوم او يومين لا هي تقريبا صلة شيء سبعة شهور من فبراير 2021 يعني صلة سبعة شهور العملة وتقريبا يعني بعد انخفاض البيتكوين انخفضت العملة ولكن لسه حاليا بدأت بالارتفاع بشكل جيد يعني بدأت رحلة الصعود نحن دائما نبحث عن عمولات لسه ما انفجرت ساريا يعني ما عملت هداك البنب الكتير كبير فبشوف السبلاي تقريبا واحد مليار متل ما شفنا واحد مليار وطبعا الكرانتلي سبلاي 121 مليون وهي عن سعر 0.3 دولار وطبعا الشيء المهم فيها هي شيء عملي مهمي جدا لسببين طبعا اصدقاء هاي من الاسباب اللي انا اخترتها انتو اصدقاء تتذكروا عم بصير في كتير هاكينج بالفترة الحالية بالفترة الحالية هاي يعني في اخبار متل ما اغطيت انا بالفترة الماضي خاصة اللي بيحطوا الاموال بمتل بسموها بول او مسابح عشان يتم اقراضها ومشان تصير في عليها فوائد فعم بصير في هاكينج على هادا الشيء طبعا البلوكشين نفسه ما عم بيتم الاختراق عم بيتم الاختراق اليالد والبولينج بشكل عام وكمان مثل الخبر كمان التاني اللي قرنها لونة بالفترة السابقة يالد اكسيكيوز فرست ميجر رقبول انسولانا كمان صار في هاكينج على لونة يالد بالفترة الماضي ولكن شخص رجع الاموال هاي الاموال الارمور ليش مهم يا اصدقائي الارمور هي تقريبا مثل شركة بروكريج انشورانس تقريبا يعني سمارت ديفاي اسسد كبراج ارمور اسد دي سنتراليز بروكريج فور كبرد اندر ريتين باي نيكسوس ماتشوال بلوكشين بيس انشورانس يعني هي كبديل تأميني لوسيط لمركزي وطبعا هذا الشيء عفوا اصدقائي جدا مهم يعني خاصة هاي انتنا بتشوفوا سمارت كونتراكت للانف تي لليالد لكل هاي القصص راح تكون مثل كبديل للانشورانس وبالفترة القادمة اصدقائي كتير يعني كيف منا نقول عمولات او مشاريع او مستثمرين راح يحتاجوا لانشورانس محددي في حال لا صمح الله فهذا انا بشوفوا الا استخدام جدا قوي بالمستقبل وخاصة مع توسع عالم الكريبتو بشكل عام فراح تكون هاي العمولات الى استخدام الى شيء جيد جدا فانتبهوا لهاي العملة اللي اسمها ارمر لسه كمان ما انفجرت سريا واحتمال هاي العملة تعمل اشياء جدا ممتازة طبعا تنويه اخير اصدقائي مثل ما يلت بالبداية يعني دائما خلي 80% من البروفايل تبعك لا عمولات القوية اللي انا عملت عنها اكتر من حلقة و20% هذول من فينا نعتبر المغامرات لا عمولات ممكن تحقق اضعاف مضاعفة ولكن بنفس الوقت مخاطرها عالي لانه هي لسه عمولات مغمورة لسه ما اخدت يعني المصدقية الكبيرة كزمن وكماركت كاب كبير فلهيك علينا الحضر علينا دائما نوازن ولكن انا بحب دائما اعطي اصدقائنا كل شي جديد شي ممكن يحقق هاي الاشياء والحمد لله يعني الفيديوين الماضي حققوا نجاح جدا ممتاز والعمولات ايضا حققوا نجاح ممتاز جدا اللي اعملنا عنهم بالفيديو الماضي بالتوفيق للكم جميعا اصدقائي ما تنسى تدعمونا بلايك او شير للقناة تفعيل جرس الانذار اللي يصلكم كل جديد اول باول وان شاء الله بالتوفيق للجميع وباللقاء يوم غد ان شاء الله او قبل اللقاء يوم غد في احد الاصدقاء سألني عن الادا طبعا اليوم عملت فيديو صباحي عن الادا وتوقعت اصدقائي انه نكسر خط الثلاثة دولار فعلا قطعنا ومو فقط قطعنا وكوننا قمة جديدة كمان يعني حاليا عند ثلاثة فاصلة واحد تسعة يعني ثلاثة فاصلة اثنين وطبعا عملت صحيح فانا بشوف الحركة جدا ممتازة كتير ممتازة وقلنا وشرحت عن خط المقاومة وخط طبعا الدعم اللي عم يتكون جديد الادا بصراحة عند هاي الاسبوع رح تعمل فيه مفاجآت جدا كبيرة اليوم طبعا بس يصدروا التطوير تبعهم ممكن نشوف عاد تصحيح بذاك الوقت ولكن من هون لذاك الوقت في كتير كلام ممكن ينال بالتوفيق لجميع اصدقائي ومنلتقي معكم يوم غد ان شاء الله السلام عليكم